اهلا بكم من جديد من تعزيز وتكثيف الخدمات الأمنية على كافة المنشآت الحيوية وينضم إلينا من اسطنبول محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ألم بك معي أستاذ محمود وفي البداية هل دي أول مرة أول مرة يحصل للمدرية أن القاهرة تعلق نقل كل المساجد لأي سبب أيا من كان هذه ليست هي المرة الأولى ولكن هذا الأمر تكرر عدة مرات في الفترة الست سنوات الماضية من يوليو تموز 2013 حتى تاريخ اليوم ولكن بهذه الطريقة وبهذه المدة الطويلة هي السابقة الأولى لم تتكرر أن تعلق تجديدات القضايا أو نظر القضايا أو تجديد حبس المتهمين لهذه المدة الطويلة التي نراها نحن كمحامين وحقوقيين أنها إهضار لمعايير وضمانات المحاكمة العادلة لكن تعلمي أن هناك محبوس أو متهم قد يصدر عليه حكم بالبراءة أو قرار بإخلاء السبيل سيحرم من هذا القرار لمدة تزيد عن أسبوع فضلا عن أنه من توابع هذا القرار أيضا أنه تقرر أيضا منع الزيارات عن المحبوسين والمعتقلين داخل السجون وأنا أرى من الناحية القانونية والحقية أنه لا وجه لهذا الأمر ولا يوجد له مبرر ولا يجوز للداخلية أن تتذرع بأن هناك مباريات كأس أمم أفريقيا التي تعوق نقل المتهمين وعرضهم على المحاكم أدخلية قالت أنا لا أملك القدرة أن القواتي لكلها مشغولة بتأمين المنشآت الحيوية في كأس مهم مثل كأس الأمم الأفريقية تستضيف في مصر كثير من الزائرين فهي قالت أنا لا أملك القدرة لأن أأمن المباريات وفي نفس الوقت عن المساجين في هذا الأمر سيدة الفاضلة اتجاهين الاتجاه الأول حينما نتحدث عن القانون وعن الحقوق والحريات فإن ذلك هو ضد الحق وضد القانون وضد الحرية والاتجاه الآخر هو الناحية التذرع بأنه لا أملك القدرة التأمينية هذا لا يستقيم أن تقوله أو توصح عنه وزارة داخلية في دولة كمصر يعني مصر جهازها الأمني يعني مرت بها مصر عبر التاريخ ظروف أسوأ وأكثر من ذلك بكثير ومرت في مناسبات عديدة جدا جدا لم نشهد في تاريخ مصر تعليق للقضايا أو منع من التجديدات أو ما إلى ذلك طوال حتى فترة عهد مبارك التي هي تعد فترة قانون الطوارئ الذي كان يسمح للداخلية أن تتزرع بقانون الطوارئ أو حالة الطوارئ ففي أسوأ الأحداث الأمنية لم يحدث ذلك مع القضايا ولكن نرى ذلك أنه يأتي في إطار انتهاك الضمانات والمحاكمة العادلة وأن هناك جرء من وزارة الداخلية على الجور على حق الإنسان وأنهم أغلب المعتقلين وأغلب السياسيين الذين يعرضون على هذه القضايا هم أصحاب القضايا السياسية فبالتالي هم يعني ينكلون بالسياسيين عن طريق منع الجلسات والمحاكمات هل ممكن الطاعن أستاذ محمود على قرار ذلك؟ هل ممكن المجلس على القضايا مثلا أن يرفض الطلب ذا والقرار ذا؟ مع الأسف أنا أرى أن المجلس الأعلى للقضاء سيستجيب لهذا الأمر لأننا لا نملك في مصر قضاء مستقلا حياديا من النحية القانونية فإنه يتعين الإفراج الوجوبي عن كل معتقل أو عن كل محبوس يتعين عرضه أو تجديده خلال هذه الفترة فإنه وفق القانون وفق القانون الإجراءات الجنائية فإنه يتعين الإفراج عنه وجوبيا ولكننا نرى أننا في دولة انكسر فيها العدل وضعت فيها استقلالية القضاء وحيدته ونزهاته ممكن حضرتك تشرح لي ليه يجب الإفراج عنهم قانونية؟ حضرتك هناك مواعيد محددة وهذه المواعيد لا تقبل الاستثناء وهي مواعيد تجديدات الحبس أمام النيابات على سبيل المثال لو أن متهما محبوس حبسا احتياطيا 15 يوما ومواعيد تجديد حبسه يوم السبت أي بعد يومين بعد صباح غدا إذا أتى يوم السبت ولم يعرض على النيابة فإنه يتعين الإفراج الوجوبي لأن أمر الحبس بقوة القانون قد سقط فيجب أن يخرج حرا طليقا لأنه لم يعرض في المواعيد المحدد وفق قانون الإجراءات الجنائية هذا على سبيل المثال طيب يعني ممكن تشرح للمشاهدين اللي ما عندهم مش خلفية قوية عن الإجراءات القانونية وعن المحذير القانونية إيه الأثار المترتبة بالقرار زيدوان على جميع السجناء سواء كانوا سجناء سياسيين أو بنائيين نعم الجميع مضار سياسي وجنائي يعني حضرتك هناك قرارات بالحبس هو أقصر المضارين من هذا الأمر سنفين من المحبوسين سواء على قضية سياسية أو قضية جنائية فهو يضار كمحبوس احتياطيا إذا كان موعد تجديد حبسه قد اقترب وكان يتعين إخلاء سبيلي فسوف يحرم من الحرية وسوف يزداد أو تزداد مدة حبسه فوق المدة التي تم حبسه إن كان مثلا محبوس 45 يوم فيجب أن يجدد له الحبس أو أن يخلى سبيله فيتزداد المدة أسبوع فوق المدة التي حبس بها وإن كان محبوس أربعة أيام فسيظل بدل الأربعة أيام تسعة أيام أو عشرة أيام وهكذا تزداد المدة فهذا ضرر وإن كان هناك مثلا محكوم عليه بالبراءة وينتظر مثلا إجراء معين لإخلاء سبيله كصحة الإفراج فلن يتمتع المحكوم عليه من حكم له بالبراءة أو بإخلاء السبيل لن يتمتع بالخروج وإخلاء السبيل نظرا لهذا المنع وهذا الحذر الذي فرضته وزارة الداخلية قهرا وقصرا بموجب هذا الطلب الذي تقدمت به إلى المجلس الأعلى للقضاء من أشكرك أستاذ محمود جابر كنت معنا من أسطنبول مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر